بما أنكم تحبون مقاطع الرعب شباب اليوم إن شاء الله ما راح نذهب إلى مكان نجد فيه يعني وحش واحد فقط راح نذهب إلى ثلاث أماكن وراح نجد فيها وحشين وأيضا المكان يعني الثلاث راح نجد فيه شخص قاتل وهكذا لكي لا تقولوا بأنه وليد لا يضبطنا هذه المرة ثلاث أماكن يا حبيبي مرعبة وأيضا شباب غدا إن شاء الله فيديو رعب أيضا غدا إن شاء الله لذلك لا تنسوا شباب اللايك والاشتراك لأنه هذه المقاطع لن تجدها في أي قناة أخرى إلا قناة وليد والشباب القناة نمبر وان للعبة جي تي صن أندرس إن شاء الله ورح أضبطكم بالمقاطع اللي تحبونه وكل شيء طبعا شباب جهز نفسي كل شيء كما تعرفون كالعادة يعني أسلحة والكاميرا لأننا نحتاجها طبعا المكان الأول شباب هو قريب قريب جدا منه ها وهنا ترون طبعا قريب لذلك سنذهب إليه بالدراجة الهوائية يعني والأماكن الأخرى شباب هي بعيدة سنذهب إليها بالتيلي بورت أوكي لقد وصلنا هنا شباب في هذا الفندق سنجد فيه وحش وحش مرعب سطرون كيف أوكي طبعا هذا الفندق فهو مسكون لذلك رح أجهز شباب يعني أسلحة وكذا انظروا شباب لاحظت بأنه يعني متغير السيف متغير إلى هذا السلح وأيضا من هذا الموضل اللي ركبته أنا اختفى خط الدم الأحمر ما رح نعرف الدم سي جي وأنا أعدكم شباب ما يعني فعلت موض الصحة الدائمة وهاكذا خليته وهاكذا لكي نستمتع أكيد أوكي يلا يلا شباب والله متحمس اجلس اجلس يو ي hiring أوكي أوكي يلا سيظهر لنا شباب وحش مرعب سترون شكله كيف أوكي يلا 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 أوه الان سنبحث شباب في الغرف هنا فهذه الغرفة لم نجد أي شيء لكن مخرب هذة الغرفة تلاحظون كيف شباب لا لا إلا الله ما هذا أوكي انظروا انظروا كيف مخربة كل الغرف مخربة ترون يلا خلينا نتمشى ايضا هنا وشي راح نجد هذا الباب مغلوق لا اله الا الله اهرب اهرب يا سيجي لا تجلس ارجوك اهرب لا اله الا الله اهرب 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 ما هذا الوحش ووو شباب انظروا باي هذا يضربني بايش انظروا منشار لا اله الا الله سيقضي علي سيقضي علي شباب لازم سلاح صراحة لازم والله هي انه مرعب صراحة ابلعب لعب 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 انظروا انظروا شكلوا لازم صراحة اشوفوا شباب بالكاميرا واكده اوكي ابعد عنه ابعد عنه ابعد لا تغامر لا تغامر اوكي تعال اله هنا انظروا شباب لا اله الله والله هي انه مره مرعب شباب وملطخ بالدماء اوكي خليني شباب اجرب عليه الاسلحة يلا يلا صراحة ما يتأثر ما يتأثر نهائيا يلا شباب نرمي عليه قنابل ارمي عليه ابلع ياربو ما تنفجر علينا لاني من ينفع على الشباب الصحة الدائمة اجري 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 يلا ارمي ارمي ابلع تأثر سيد جاي شباب اظن بانه تأثر مع اني يعني ما ارى الشريط الدم الاحمر لكن تأثر اوكي اوكي يلا يلا سنقضي عليه شباب هو بعد السيف اللي عنده او لا ادري من شار شباب لكن لما يضربني ولاحظ بانه سيف يبدو بانه سيف انظروا لاحظوا كيف يضربني ها تلاحظون شباب ليستعمل من شار هاكده يعني يشغلوا هاكده اوكي هيا اهرب 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 يا سي جاي هيا اضرب اضرب هو بهذا السيف انا بالسيف انظر انظر لا ادري بالضبط هو السيف اللي عنده ام لا لكن يضرب به كأنه سيف صراحة لا يريد أن يموت الكلب يلا يلا ابعد عنه يا ربا لا يقضي عليك يا سي جاي لا تغامر بهذا الشكل ولاحظت بأنه لما شباب سي جاي يدخل يعني إلى فندق أو محل وهاكذا لا يستطع أن يعمل سبرينت يعني يجري بسرعة شباب فقط يجري هكذا ببطء يعني أوكي صعدنا هنا هنا سيأتي إلينا لا يقدر أبلع يا غبي لا يقدر ما رأيكم نرمي عليه قنابل شباب يا رب وما أندم يا رب ندمت أظن بأني ندمت نعم ندمت شباب رميتها عندي في الأسفل أوكي أين هو أين اختفى لأدري الصراحة أين سيأتي إليه يا 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 لما يأتي إليه أصعد إليه فوق شو أنظر الغبي ما راح يصعد تلاحظون تعال 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 لي كي نقضي عليك أين أنت يلا 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 لم يعشك السلاح يلعنك يا سي جاي انهض لا شباب انحشرت مع الأسف انحشرت قضى علينا قضى قضى علينا يا ربي شباب قضى علينا الكلب قضى علينا ما راح نقدر نهرب منه خلص لا تقول لي هربت أهرب أهرب والله ما أدري كيف هربت منه شبق قفزته هربت نايس يلا يلا نقضي عليه على السريع ما راح نخلي هذه المرة يقرب إليني يلا يلا أهرب إلى هنا طولنا معه الصراحة هذا الوحش يلا موت 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 قربنا قربنا شباب لا تقلقوا الدم فهو ينقص الدم الخاص به يلا يلا لا الغلطة الأولى عملناها مرة أخرى اقفز 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 انا اعرف كيف يعني احلها اللي هي اقفز اقفز يعني اقفز يعني اقفز اقفز يلا قربنا قربنا لكي نقضي عليه شباب يلا يلا الدم الخاص ها انظروا شباب لما سيجي عشق ينكبنا يلا اقفز اقفز يا الله يا الله شباب اقفز نعم 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 يلا قد علي احتمي وراء الطاولة وقضيت عليه سأخذ سلاحه أخذه أم لا شبه ما رأيكم يلا نأخذه لما لا اوكي اين هو سلاحه اوكي يلا اين هو ها هو سلاحه سكين نعم شباب سكين مستبدل يعني بهذا سكينة واستبدلوا بهذا السلاح كأنه من شاء الله لكن يستعملوا هكذا اوكي لا علينا الآن شباب سنذهب الى المكان التاني يلا دعونا نخرج من هذا المكان ها من اين نخرج شباب تلخبط يوجد غرف كثيرة وكذا اعتقد من هنا اوكي اين هو اين المكان يا الله لا تقول لي تلخبطنا لا تقول لي تلخبطنا من اين رح نخرج الآن من اين اوكي اعتقد بان الطريق من هنا يا رب ما اكون يعني غلط او شيء يلا نعم شباب الحمد لله إني وجدت المكان لأن الصراع هذا المكان فيه غرف كثيرة وتتلخبط فيه أوكي يلا الآن سنذهب إلى المكان التاني شباب يلا المكان التاني بطبيعة الحال أين هو خليني أتذكر نعم وجدته شباب نعم وجدته هنا هنا تلاحظون أوكي سأضع فيه هذه العلمة الحمراء هكذا ونذهب بالتيلي بورت أوكي يلا يلا التلي بورت نعم سنجد في هذا المكان شباب فضائيين يلا نبحث عن المكان طبعا ننزل من هنا شباب لن نسقط هنا يلا سنجد شباب كهف أو مغارة لا أدري هل اسمها كهف أو مغارة لكن هو أعتقد بأنها مغارة هكذا تسمى دعونا ندخل شباب يا ربي والله إني الصراحة مرعوب شباب وخائف هيا أحصل على الكاميرا شباب لكي أراهم بالكاميرا أوكي لا لست الكاميرا شباب أعتقدت بأن الكاميرا ما هذا الغبة هذه هي الكاميرا يلا يلا اظن بأنهم سمعوا صوتي ووووووو انظروا فضائيين شباب والله هيلين شكلهم مره مرعب انظروا ديلهم صراحة مرعبين شباب يلا يلا راح اتجاوزهم اهرب 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 هربت لهم شباب يلا يلا سأقضي عليهم راح يكونوا اقوية شباب لان الجلد الخاص بهم فهو يعني متين وهكذا كل فولاذ لانهم يعني هكذا فضائيين ويبدو بان جلدهم فهو هكذا يعني فولاذي يموتون بسرعة لتقول لكن خليني ارمي عليهم قنابل شباب الصراحة احب ان ارمي القنابل على الوحوش وهاكذا اوكي هل انتم مثلي شباب خبروني في التعليقات يلا ارمي لا لم اصبهم مع الاسف يلا ارمي هكذا اصبتهم هذي لا لم اصبهم يلا هذي اصبتهم هذي اصبتهم بوم لي يتأثرون شباب جلدهم مضاد مضاد للانفجارات وهاكذا والمفروض يطيرون وهاكذا يطيرهم شباب قوة الانفجار تطيرهم لكن لي يتأثروا عندهم جلد متين جدا فولاذي اوكي ساعريكم ها انظروا شو ساعريكم هذا ها انظروا انظروا كيف بوم ها لم يطيروا ولا شي ليتأثروا تعلوا راح اجرب عليكم الا ام باي فايف لا ليس الش Australia الا ام باي فايف يا الله تعال والست examination بنزيز الخاص به لا. الى الى الله. انظروا رأسه شباب يوجد فيلم عن هذا الفضاء شباب الالينز. يوجد فيلم مرة مرعب الفيلم الخاص به. اوكي يلا شباب نقضي عليه هذا بسلح الانفور. تعال تعال. تعال تعال. اوه قضيت عليه شوان. لكن ظهروا آخرين. انظروا انظروا. كل شوي يظهرون شباب الالينز في هذا المكان. صراح مكان مرعب. اوكي المغارة الشخص اللي يأتي هنا اللي كي يكتشف هذا المكان وهكذا الشباب يلتقي تصور في هذا المكان وهكذا يأتون إليه الاليينز ويأعدادهم فضائيين لأدري كيف أتوا إلى هذا المكان الصراحة هبطوا بمركبتهم الفضائية ويعني أتوا إلى هذا المكان اللي كي يعني يحروسوا أو يختبئوا فيه لأدري الصراحة لماذا اقضع عليهم يلا لكي نذهب إلى المكان اللي بعده شباب الأخير يلا يلا لا قضيت عليهم الصراحة فضائيين مرة كثيرين لأنا راح نروح للمكان التالت شباب سأريكم أين هو طبعا هو في قرية شباب أوكي نعم شباب هنا المكان هاي اللي كي نذهب إليه بالتليبورت نعم سنجد فيه شباب شخص قاتل سترون سفاح أوكي طبعا عنده قبعة سوداء وهكذا وعنده نظريات شباب نظريات بأنه هو من قتل الجثث السبعة وكذا يوجد جثث ستة ستة ليس سبعة أعتقد بأنه ستة شباب يوجد ذلك شخص في هذه القرية وسيقضي علينا لما نأتي إلى هذه القرية سترون كيف سيظهر لنا أوكي يلا نتمشى هنا سترون شباب اللي قد رأيته أعتقد بأنه هذاك هو أوكي سأريكم إياه هذا هو نعم شباب هذا هو أبو القبعة السوداء شباب وعنده أسلحة يغير بينهم بطبيعة الحال أوكي ها هو لقد بدأت بدأت مهمته انظروا شباب ها هو عنده سنيبر الكلب تعال تعال يا كلب تعال أوكي سأقضي عليه تعال يلا يغير كل شوي الأسلحة شباب لما أبعد عنه يستعمل سنيبر لما أقرب عليه رشاة شوي أسلحة يستعمل أوكي كلب يعرف كيف يعرف يلا تعال 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 أوه ضعيف أوه ضعيف شباب ضعيف لكن سيقضي علي أظن لأني من ينفع الصحة الدائمة يلا يرمي عليه ارمي لا أين رميتها يا سي جي أحول يلا تعال تعال يلا اختبئ اختبئ يطلق علينا بالرشاش أوه بعدت اظن شباب لا 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 رميتها قريبة من سيجي اوك اين هو الكلب اين هو تعال 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 ابلع ابلع هذا القنبلة لعيونكم شباب يلا يلا ساقضي عليه بالقنابل يا اين هي يا سيجي اين رميتها يلا ابلع يلا موت موت يلا بوم طيرته شباب هو يتأثر بالقنابل اوكي لانه انسان طبيعي فقط هو سفاح وقاتل نايس شباب قضينا على الكيلر القاتل قضينا عليه انظروا قلت لكم شباب عنده سنيبر ورا الشاش لاحظتم الكلب ويغير بينهم وهاكذا نايس قضينا عليه شباب وحصلنا على نقود لما قضينا عليه وطبعا كما قلت لكم هذا القاتل شباب عنده نظرية وهاكذا والناس يقولون بانه هو من قضى على الجثث الستة وهاكذا اللي في اللعبة لما يعرف على ايش اتكلم انا وكتبوا شباب في اليوتيوب سر الجثث الستة في لعبة جيتي اي سن اندرس وراح تطلع لكم فيديوهات وتفرجوها راح تعرفوا اظن بان هذا الشخص هو من قام بقتلهم يعني او لا ادري الصراحة مجرد نظرية اعطوني رأيكم في التعليقات ولا تنسوا تكتبوا لي موضة تريدوني ان اجربها او اي تجرب تريدوني ان اسويها شباب اكتبوا لي ايضا موضة رعب تريدوني ان اجربها وكذا ولا تنسوا لك الاشتراك ويلا شباب اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله ومع السلامة